طبعا متابع القناة الوفي بدأ يحطار وبدأ تجيله الحيرة كل يوم كريم الهداوي يطلع يقول لنا منتخب المغرب يفوز على منتخب ايطاليا منتخب المغرب يفوز على منتخب ايطاليا انا عايز اطمنك وعايز اقولك بالفعل المنتخب المغربي الوليمبي هيلعب مبارتين مع منتخب ايطاليا والمنتخب الاول المغربي هيلعب مبارتين مع منتخب ايطاليا بمعنى ان ايطاليا جاي بمنتخبين الى الاراضي المغربية عشان عادل السايح وكتيبة عادل السايح لمنتخب المغرب للفتسال اقل من 23 سنة يلعبوا مبارتين مع منتخب ايطاليا الولمبي وايضا المنتخب الاول الايطالي جاي للمغرب عشان يلاعب كتيبة يشام الدكيك مبارتين في دورة ودية بالاضافة الى صربية وبالتالي مش عايزك تتلخبط مش عايزك تتوه مني المباراة الاولى منتخب المغرب الاولمبي فاز على منتخب ايطاليا الاولمبي خمسة مقابل ثلاث والمباراة التانية كانت بالامس المنتخب الاول بقيادة شام الدكيك فاز على منتخب ايطاليا الاول اربعة مقابل لشيء والمنتخب الاولمبي المغربي النهاردة بيكرر فوزه مرة تانية بنتيجة كبيرة على منتخب ايطاليا الاولمبي السلام عليكم ورحمة الله في البداية عايز اقول لك ايضا ان المنتخب الايطالي الاول بقيارة شام الدكيك هيلعب ضد منتخب ايطاليا مباراة تانية غدا يعني اربع مباريات ضد منتخب ايطاليا النهاردة مباراة المنتخب المغربي الاولمبي للفتسال ضد منتخب ايطاليا الاولمبي للفتسال انتهت بفوز كبير لمنتخب المغرب على منتخب ايطاليا اربعة مقابل واحد المباراة الأولى خمسة مقابل ثلاثة والمباراة التانية أربعة مقابل واحد الهدف الأول جاء للمتخب المغربي في الديا رقم سبعة أسست النجم الكبير محمد بلوح زيراري لللاعب عبد الكبير بقدير ليعلن عن تقدم المغرب في الدقيقة سبعة واحد مقابل لأشياء لينتهي الشوط الأول واحد مقابل لأشياء لصالح المتخب المغربي في الشوط الثاني كما عودتنا العناصر المغربية للفتسال إنها بتتحول إنها بتتفوق إنها بتهاجم بشراسة وبالفعل الهدف الثاني للمتخب المغربي عن طريق إهاب الشراضي في الدقيقة رقم ستة يعني كان متبقي 14 دقيقة عن انتهاء الشوط الثاني ولاحظنا إن وجود هشام الدكيك في المدرجات دايما لدعم المتخب المغربي الأولمبي وأيضا لاختيار أهم وأحسن العناصر لانضمامها للمتخب الأول إيطاليا برضو كانوا موجودين في المدرجات وشفنا الحارس الأول لمنتخب إيطاليا الأول كان متواجد النهاردة مع المتخب الإيطالي الأولمبي لاحظنا رجوع الفار أو الحكم لتقنية الفار أكتر من مرة زي كرة القدم والفار ورانا ورانا حتى في لعبة الفتسال كرة القدم داخل القاعة بعد كده ياسين الرحيمي بيحرز الهدف الثالث في الدقيقة الستة للشوط الثاني وكانت لقطة مميزة جدا 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 ولقطة جميلة جدا بعد إحراز اللاعب ياسين الرحيمي للهدف الثالث راح للمدرجات وقبل رأس والدته وبصراحة كانت لقطة مميزة يعني بر الوالدين حاجة مهمة جدا جدا وياسين الرحيمي جسد ذلك على أرضية الملعب بالاحتفال مع والدته بالهدف الثالث بعد كده النجم الكبير الموهوب محمد بلوح زراري بيحرز الهدف الرابع للمنتخب المغربي ويكتفي المنتخب المغربي بربعية والمنتخب الإيطالي يسجل هدف الشرف أو هدف حفظ ماء الوج في الديئة رقم عشرة وآخر عشر دقيقة ما كانش فيهم أهداف انتهت المباراة أربعة مقابل واحد مباريات في المنتخب المغرب للفتسال الأولمبي اللي بيستفيد منه هشام الدكيك وبياخد منه العناصر المميزة العناصر الكويسة عشان يضمها للمنتخب الأول عادل السايح بيقوم بالمهمة المطلوبة منه على أكمل وجه تجهيز خزان أو تجهيز بودلاء للمنتخب الأول عن طريق المنتخب الأولمبي غدا أو يعني بعد غدا إن شاء الله تقريبا يوم السلساء هناك مباراة ما بين المنتخب المغربي الأول ضد منتخب إيطاليا الأول بقيادة طبعا هشام الدكيك نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم حصد الفوز في هذه المباراة عشان يتقدموا في التصنيف العالمي بإذن الله ده كان تكررنا النهاردة عن المنتخب المغرب للفتسال اللي بيحقق الفوز التالت على التوالي مرتين المنتخب الأولمبي على إيطاليا ومرة المنتخب الأول على إيطاليا أيضا كل التوفيق لكرة الفتسال المغربية والعربية والإفريقية بإذن الله أتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر